وزراء للذكاء الاصطناعي وللعلوم المتقدمة وللأمن الغذائي وللتسامح وغير ذلك من الحقائب المستحدثة إنه الوجه الجديد الذي ظهرت به اليوم الحكومة الإماراتية هذا التطور الذي يعكس مواكبة للمتغيرات واستشرافا لمتطلبات المستقبل يمنح حسب الخبراء للجهاز التنفيذي دوره المعاصر كقاطرة تدفع المجتمع إلى الأمام لمجرد جهاز يواكب المستجدات ولا يبادر أو يغير بهدف العبور للمئوية الإماراتية الجديدة وتلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية بعيدة المدى جاءت تعديل الوزاري الجديد هكذا أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على تويتر الشيخ محمد بن راشد قال في تغريداته إن التعديل جاء بناء على سلسلة الاجتماعات السنوية الأخيرة وبعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي واعتماد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ليأتي التعديل الوزاري مواكبا لروح العصر ومتطلبات المستقبل إذ يشمل وزارة للذكاء الإصطناعي يتولى الوزارة عمر بن سلطان العلماء ويبلغ من العمر 27 عاما ويقول الشيخ محمد بن راشد في تغريداته إن الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الإصطناعي حيث تريد الإمارات أن تكون الدولة الأكثر استعدادا لها كما تتولى مسؤولية وزارة الدولة للعلوم المتقدمة سار الأميري وتبلغ من العمر 30 عاما وبهذا الشأن يقول الشيخ محمد بن راشد إن مهمة الإمارات هي البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية أمن الغذاء قضية وطنية مستقبلية عمادها العلم والمشاريع هكذا يرىها الشيخ محمد بن راشد ليكون لهذا الملف المهم نصيبه في التعديل الوزاري وتتولى مريم لمهيري وزيرة الدولة مسؤوليته يشمل التعديل الجديد تولي معا للشيخ نهيان بن مبارك وزارة التسامح ويقول الشيخ محمد بن راشد إن الشيخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي يشكل رصيدا كبيرا لقوة الإمارات الناعمة ويأتي الهدف الأشمل للحكومة الإماراتية الجديدة هو التعبير عن متطلبات العصر والإعداد لمستقبل واعد عماده الشباب والعلم معنا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور فهد شليمي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار اسمحنا أن أسأل تعودنا على أن الحكومات دائما وفيها وزارة خارجية داخلية دفاع هذه الوزارات التقليدية وحقائب وزير بدون مزارة لأمور أخرى لكن استحداث مثلا وزارات جديدة للتطور العلمي للذكاء الاصطناعي للتسامح هل تعتقدون هذه فعلا من اختصاصات الحكومة ويجب الانتباه إليها مع تغير الزمن الذي نعيش نحن فيه بسم الله الرحمن الرحيم نبارك وأنا تمنى التوفيق لأخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة في التشكيل الوزاري قبل أن أقول لك عندنا كاتب مشهور الأخ صلاح الساير يكتب كتب مقالة من حوالي أسبوع قريتها في تويتر له اسمها لا مستقبل في دولة الإمارات فشدني العنوان كيف لا مستقبل المقالة كانت أن هذه الدولة تعيش المستقبل دولة الإمارات تعيش المستقبل فبالتالي السقف المستقبل عندها جدا متحرك وقفزاتها كبيرة طبعا هذا ليس مجاملة لكن أنا حاضر أحد المعارض دولة الإمارات تتخطط للمريخ يعني هذا أحد الأمور التي تطلب العلوم والتكنولوجيا أيضا الذكاء الصناعي التكسي الآلي الذي تحرك على النظام الجوجل سيستم نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي الروبرت نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي هذه الموجودة أيضا في المصانع وفي لكن استخدام قليل في المستقبل وهذه نظرة مستقبلية تقوم فيها الحكومات رح قد تلقي وظائف لكنها أيضا تقدم خدمات وتستحدث وظائف أخرى أيضا في الفكر والثقافة أنت أيضا محتاج تتماشى مع التكنولوجيا لذلك فعلا شاهدنا أيضا الطائرات اللي بدون طيارة والتاكسي الجوي بدون طيار هذه كلها أمور مستقبلية أيضا أنت محتاج جيل ووزارات تقدم الثقافة هذه هذا مهم فعلا لكن اعتدنا أن هذه المجالات مثلا في كثير من الدول الأخرى متروكة للقطاع الخاص الآن استحداث وزارة ووزير وكادر لها ما الهدف منه برأيك؟ هنا الحديث عن توجه وتوجيه في هذا الإطار من أجل إحداث وعي أكبر واهتمام أكبر من خلال فكرة مركزية لماذا برأيك السياسة تدخل هذا المجال؟ أنا أعتقد يعني الأمر بسيط لأن القطاع الخاص غير متحمس لهذه المشاريع يرى أن فيها رزق في الوقت الحاضر بينما لو شفت شخصية وكارزمة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المشاريع اللي يعملها النظرة اللي ينظرها كلها نظرات مستقبلية فتكون حكومة دولة الإمارات هي من يتخذ هذه المبادرة وجعلها الحقيقة مشروع وزاري للمستقبل بالتالي بعد خمس سنوات راح تشاهد في مستثمرين يريدون أن يدخلون في هذه القطاعات إذا تركها على القطاع الخاص في الفكر الحالي قطاع الخاص ما راح يجازف لكن لما يعطيها وزارات الدولة ويحدد لها بجت معين ويحدد لها كوادر معينة يستطيع أن يوائم أيضا حتى مناهجة تعليمية بالتالي بعد خمس سنوات أو ست سنوات على استمرار هذه الوزارة حتشوف فيه فندنج ورح يصير لهذه الوزارة سيلف فندنج راح تكون مكتفية ذاتيا هذا هو الفكر رجال الدولة هذا هو الفكر بين تفكير داخل البوكس وخارج البوكس هذا هو الفكر اللي صراحة محتاجينه أتمنى الحقيقة أن ننتقل بهذه المرحلة أيضا الأعمار الشبابية لاحظت أنت مستوى الأعمار كنت سأسألك عن موضوع الشباب في هذا الإطار لأنه هو موضوع نقاش أنه هل الوزير يجب أن يكون سنه كبير حتى يكون لديه خبرة ليس فقط يعني خبرة علمية وإنما خبرة في إدارة البيروكراطية بيروكراسي لما يسمى والوزارات نتحدث هنا عن شباب 27 عاما 30 عاما هنا هل هذه مجازفة أم هذه رؤية أنا أعتقد رؤية مدروسة لأن القيادة التي تسلك الاستراتيجية موجودة عندك الشيخ محمد بن راشد عندك الشيخ محمد بن زايد عندك الإعلام الداخلية الخارجية هذه سياسة معينة الوزارات الأخرى وزارات براغماتيك وزارات عملية تتحرك هذا رغم واحد رغم اثنين الاتجاه العالمي إلى القيادات الشبابية مثال مكرون كم عمره 39 سنة رئيس جمهورية فرنسا ورئيس النمسا اللي حقيقة ما أذكر اسمه لكن يعتبر من أصغر الرؤساء بالتالي حتى أيضا في رؤساء وزراء بريطانيا السابقين بدل الأعمار الكبيرة تجد في الأربعين في أول الأربعين إذن إحنا عندنا هناك الحقيقة توجه عالمي أن يدفع بالشباب لأن الشباب هو يمثل أقلبية الأعمار التكنولوجيا تعامل معها الشباب الشباب هو القوة المؤثرة إذن أنت تحتاج بنمط التفكير نقطة أهم تحتاج شخصيات تتحمل الضغط وضغط العمل والتعامل مع الشارع مثال شيخ محمد لما نشر هل هو طلع في بيان ولا طلعت في تغريدات في البداية في البداية هذه التغريدات قطت أيوة قطت كل الناس كل الناس عرفت في وقت واحد بدل من انتظار بيان التشكيل الوزاري وبالتالي استخدم التكنولوجيا أيضا لبث الرسائل أنا أعتقد هذا هو العصر شئنا أم أبينا حتى على الحكومات أن تتطور وأن تقفز للمستقبل لا تمشي بخطوات متأنية الآن نمشي بتأني لكي لا نقع لا الآن المستقبل لا يوجد مكان لسلو موشن طيب كان هناك ما يقول أنه يحتاج إلى رسك الرسك وكل هذه يجب أن تكون في مجال الاقتصاد يعني معظم الوزارات هذه التي نتحدث عنها تتحدث عن العلوم عن التكنولوجيا هل ترى أنها جزء من الاقتصاد أم أنها وزارات منفصلة يجب يعني الاهتمام فيها بشكل منفصل أنا أعتقد هذه الوزارات هي وزارات مربحة حتى وزارة الأمن القذائي الأمن القذائي لما أنت تأمن الدولة على مستوى استراتيجي يعني هذه خطط من 10 إلى 15 سنة يعني لما تقول لي بالذكاء الصناعي المصانع من اللي رح يكون فيها الأعمال اللي رح ينتج البروستسورز لمنتجات الذكاء الصناعي هذه كلها منتجات تطلع فلوس العلوم والتكنولوجيا أيضا الاستخدام العلماء المباني الأدوات هذه كلها فيها استثمارات قد تأتي شركات أخرى قد نشاهد استخدام بعد 10 سنوات أو 5 سنوات للليزر بشكل كبير سواء في اتصالات الليزر أو في استخدامات الليزر اللي الآن يستخدم على نطاق الجراحة أو على نطاقات محدودة هذه كلها الحقيقة أمور كلها فيها فيها أيضا فلوس فيها اقتصاد لكن مشاريع تحتاج إلى رؤية وتحتاج إلى ميزانية وهي موجودة عن دولة الإمارات تستثمر فيها بعد 10 سنوات تكون مربحة طيب أريد أن أسلك أو هي تنتج عن وزارات ربما بعيدة عن الاقتصاد مثلا وهي مستحدثة سابقا ليس اليوم التسامح السعادة يعني عند الحديث عن هذه الوزارات نحن في العالم العربي هنا نتكلم عن وزارة للسعادة وزارة للتسامح في العالم العربي هل هي نوع من الترف برأيك أم أنه هذه أصبحت ربما حاجة وضرورة لا أعتقد يعني أنها نوع من الترف أعطيك مثال لأنني أنا عايشت هذا الموضوع وزارة التسامح كانت في الوزارة وزارة للسعادة كانت في الوزارة السابقة على فترة في التشكيل وزارة السابقة وتحدثت الوزيرة وتابعت لها لو نظرت إلى ناخد دبي على سبيل المثال كل المقيمين وكل المواطنين يعتبرون أنفسهم سكان دبي ما يقول لك والله أنا من المنطقة الفلانية الكل ذائب في منطقة دبي هذا أتى الحقيقة أيضا في بيئة العمل أنت محتاج أيضا نشر معايير التفاؤل بدل ما عندنا الجماعة تنشر معايير المحاذير والنظرة والسودوية أيضا أنت محتاج إلى وزارة تعطيك التفاؤل السعادة في العمل في العائلة هذه كلها إرشادات تحتاجها في زخم العمل وتحدثت وزيرة السعادة أمور كثيرة الآن نأتي إلى التسامح التسامح لو تشوف يعني الإمارات أكبر عدد جنسيات فيها حتى في الإحصائيات إلى 2030 راح تكون أكبر ممر لترانزيت موجود في المنطقة إذن نحن أنت تحتاج إلى أن تنشر فكر التسامح الدروس المستفادة أن الأجيال القادمة لازم تتسامح مع الناس لأن الجيل الحالي طلع مننا داعش نعم واضح شكرا جزيلا لضيفنا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور فهد الشلامي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة